السلام البنات كديري اللي بساليكم مرحبا بكم في فيديو جديد وموضوع جديد اكيد ان بزاف ديال السيدات كيبغيوا يعرفوا واش عندهم خصوبة عالية واش عندهم تبويض منتظم وجيد بقي معايا في هذا الفيديو المهم غادي نحاول انني نجاوب على مجموعة من تساؤلات بزاف ديال السيدات كيبغيوا يعرفوا هل نعومة الصوت دلالة على الخصوبة عند المرأة هل حجم السدر له علاقة بالخصوبة عند المرأة هل عصبية من علامات الابادة كيف يمكنك تتبع اعراض التبويض متى تبيض معظم النساء هل اليوم المحدد للابادة مهم هل غزارة الدورة تدل على قوة التبويض ما الفرق بين الخصوبة والابادة متى تقل خصوبة المرأة كل هذه الامور سنحاول انني نجاوبكم عليهم بالاضافة الى اسئلة اخرى اذا فيديو مهم ان شاء الله حاولوا انكم توصلوا لين اكبر عدد من لايكات باش تعم الفائدة ويوصل جميع السيدات لمهتامين بمثل هد المواضع كيف ما كان عرفوا بان الخصوبة عند المرأة ترتبط بحدود الابادة حيث يجب من الناحية المثالية ان يحصل الاتصال قبل لحظة الابادة من اجل زيادة فرص حدود الحمل حيث تتم الابادة في النساء ذوات الدورات المنتظمة بين اليوم العاشر الى اليوم الثامن عشر ولزيادة فرص حدود الحمل يمكن محاولة تتبع الدورة الشهرية للحصول على فكرة عن يوم الابادة المتوقع كما يمكن البحث عن علامات الابادة التي تشير ان المرأة ضمن نافذة الخصوبة اهم هذه العلامات ارتفاع درجة حرارة الجسم القاعدية كذلك يستمر هذا الارتفاع في درجة الحرارة حتى بداية مرحلة جديدة من الحيث كتدل بان السيدة دست من مرحلة الابادة وان التبويض عندها جيد استمرار ارتفاع الحرارة دي السيدة دليل على ان الابادة تمت بنجاح ان شاء الله ودليل على قوة الابادة كذلك هذا الامور تحدث بسبب افراز البروجستيرون بعض السيدات يحدث عندهم واحد الالم اسفل البطن وش يرتبط بان المبيض يحرر البويضة اكيد ان هذا الامر مرتبط بان المبيض سيحرر البويضة الناضجة وبالتالي يجي واحد الالم طفيف ممكن استحمله السيدة يكون عبارة عن تقلصات طفيفة يعني بطبيعة الحال وكيكون وخزحاد ومفاجئ هذا الالم هذا كيتموضع في الجانب الايمن او الايصر وذلك حسب المبيض المحرر للبويضة يمكن ان يستمر هذا الالم لبضع دقائق او حتى يوم او يوما يمكن ان يصاحب ذلك حدود نازيف مهبلي طفيف هذا الامر هذا يعد الالم الابادة شائع جدا وعادة لا يشير الى اي مشكلة صحية الشعور بألم في التدي يعني هذا الامر ممكن الحدود في ايام الابادة افرازات عنق الرحم كل هذا الامور كتعني بان السيدة عندها واحد الانتظام في التبويض كذلك التغير في وضعية عنق الرحم يعني كيولي عنق الرحم اكتر وضوح بطبيعة الحال يعني هذه الامور هذه ضرورية تكون وتحدث في كل دورة ابادية كل دورة عندها يعني كتكون فيها الابادة لان كين بعض السيدات كتكون عندهم دورة شهرية منتظمة او كتكون لا ابادية يعني مع انعدام الابادة بعض الاعتقادات الخاطئة كتقول بان العلمات الجسدية للخصوبة عند المرأة يعني زيادة في الوزن او السمنة المفرطة يمكن ان هذا الاعتقاد يكون اكثر الخرافات شيوعا علميا السمنة كتأثر على الصحة الانجابية بشكل سلبي كما تعاني النساء دوات الوزن الزائد من ضعف الدورة الشهرية وانقطع الابادة بشكل اكبر مقارنة بغيرهم من السيدات السمنة المفرطة كتأدي الانخفاض الخصوبة الى العقم كذلك معدلة الاجهاض بالاضافة الى مضاعفات الحمل اذا حاولي انك ما تبقيش تصنتي الجميع الاقويل ممكن تكون خاطئة وممكن كذلك تكون صحيحة ولكن حاولي انك تبحتي باش تعرفي يعني شنو هو صحيح ما الخطأ اذا حاولي انك تنقصي من الوزن ديالك لك انزائد باش ما تأطريش على الخصوبة ديالك هل قصر القامة دليل على الخصوبة كي اعتقدوا العديد من الاشخاص ان المرأة القصيرة اكتر خصوبة دوما من غيرها يعني البحث في الحقيقة جرت مجموعة من الابحث وهذا الامر هذا بين بان يعني القصر القامة او طول القامة ما عندها تشع علاقة صحية يعني مع الانجاب اولا لا بطبيعة الحال ان في القديم يعني كانوا يقولوا بانه مؤشر جيد للخصوبة ولكن حديثا مع تقدم الرعاية الصحية يعني هذا الامر هذا ولا يعني مرتبط بالصحة بشكل اكتر من ان السيدة تقول ليها طويلة او قصيرة كيكون عندها خصوبة اعلى بطبيعة الحال هاد المتغيرات هذه او هاد المعتقدات ما عندها تشع علاقة بالخصوبة ديالك كذلك بعض السيدات كيقولوا بانه نعومة الصوت دلالة على الخصوبة عند المرأة كيفما كان عارفو بانه الصوت البشري مصدر غني للمعلومات حول السمات الفردية كما انه هناك دليل على تغير خصائص صوت الانتوي عبر مراحل الدورة الشهرية دهرات الدراسة لاتجرات يعني من العلماء وقالوا فعلا بانه نعومة الصوت دليل على ان السيدة عندها الهرمون الانتوي دليل ان السيدة بطبيعة الحال عندها واحد الخصوبة عالية لانه يعني صوت المرأة يختلف عن صوت الرجل فكل ما زاد الخشونة دياله كل ما كانت السيدة اقل خصوبة بطبيعة الحال والادلة العلمية كذلك تؤكد ان نعومة الصوت هي علامة من الخصوبة هل حجم الصدر له علاقة في الخصوبة عند المرأة؟ بالنسبة لتغير حجم التدي خلال الدورة الشهرية فان السبب الرئيسي المسؤول عن ذلك هو الهرمونات خلال الدورة بطبيعة الحال هذا الامر هذا دليل كذلك على ان الخصوبة عالية عند السيدة يعني تغير ديال الامتلاء ديال السدر اما في ايام الدورة او في ايام الابادة دليل على قوة الخصوبة عند السيدات هل العصبية من علامات الابادة؟ بطبيعة الحال انه متلازمة ما قبل الحيض في بعض الحالات كتكون الاعراض المزعجة ديالها المزاجية العاطفية اكتر ممكن تكون اكتر وضوحا عند بعض السيدات بطبيعة الحال بعض السيدات كيتعرضوا الاكتئاب القلق العصبية وهذا الامر هذا او هذه العصبية كترتبط بشكل اكبر بمتلازمة ما قبل الحيض ومع ذلك تدوم هذه الحالة المزاجية فقط لفترة زمنية مؤقتة وتختفي وهذه الاعراض هذه اكيد انها كتختفي مجرد نزول الدورة الشهرية هل اليوم المحدد المحدد للابادة مهم اكيد انه مهم في حالة الرغبة في الحمل بطبيعة الحال ممارسة العلاقة في الايام الاكتر خصوبة من الشهر كتكون تقريبا سبعة ايام الى عشرة ايام فكتكون في غاية الاهمية باش كتعلي من فرص حدود الحمل هل غزارة الدورة تدل على قوة التبويد اكيد انه معتقد كبير وكثير وشائع عند اغلب السيدات وهذا المعتقد هذا خاطئ لانه بطبيعة الحال كثرة نزول الدورة وعلى شكل نزيف ممكن انها ما تكونش يعني بصفة قاطعة دليل على قوة العبادة وعلى الخصوص اذا غزارة الدورة ممكن انها تدل على حالة مرضية معينة وضرورة خاصة العلاج يعني ما تبقيش تصنطي الكلام السيدات اللي ما عندهم مش خبرة في المجال وكيقولوا بان كل مكان الدورة ديالك كتكون غزيرة كل مكان جيدة وهذا من ضمن المعتقدات اللي ممكن انك تسمعهم ويكونوا خاطئين بطبيعة الحال انه طول فترة الدورة كتكون من يوما الى سبعة ايام ومدة يعني نزول الدم كيكون بشكل يعني منتظم ولكن واحد يعني ما كيكونش بواحد الغزارة وكذلك ما كيكونش بواحد شكل قليل بزاف اذا انتقلت الدورة هي ما كتدلش على قوة الخصوبة في الختام كان بغي نقولك بان كين واحد الفرق بين الخصوبة والابادة الابادة هي ببساطة مصطلح الخروج البويضة من احد المابيضين خلال الدورة الشهرية بينما الخصوبة تمتل القدر على تأمين حمل ناجح حيث تكون المرأة في اكتر حالة الخصوبة في الايام السبعة قبل الابادة وحتى يوما بعد الابادة بطبيعة الحال ممكن ان الابادة ديالك او الخصوبة ديالك تقل مع تقدم السن وهذا الامر هذا شائع الحدود لان الهرمونات ديالك كيبدأوا يقلوا البويضات كذلك باش كتفقد الخصوبة ديالك او ما كتكونش يعني واحد الفرص كبيرة في حدود الحمل كان هذا هو الفيديو دياليوم نتمنىينا الاعجاب ديالكم الى عجبكم هاد الفيديو ما تنسونيش ديما من واحد اللايك واشتراك في القناة كان نضرب لكم موعد في الفيديو الجاي الى اللقاء اشتركوا في القناة